موسيقى 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 السلام عليكم ماشاء الله انتعلمون خدموا موديلات اللي يكون فيهم لستيك في الكل وكذلك لكم غاقلان امره لكم بطريقة جد مبسطة لستيك والكم غاقلان نقارهم في احد النوعية ديال البلوز وكذلك في الكسيوات او الفاساتين ديال الدار هاد الموديل ما تسجلوش الباترون يعني بامكانكم تخدموه مباشرة على التساوب الكيميات التساوب اللي تستيجي اختي طولك مرة واحدة زائد طول لكم زائد الخياطات يعني الطوله اما البلوز يكون طول هديك 60-80 سنتيم او كسيوة ديال الدار متر وعشرين متر وثلاثين لحاسات ايدا هاد تسخدي التساوب على طوله الحشية عند الحشية 2-2 من بعدها لأربعة يعني اذا كان عندك العرض تساوب في متر ونص على أربعة عمليلك 37 ونص هدي تجيبي ورقة منفريدة هيكون العرض ديالة من هنا ثمانية سنتيم هاد ثمانية سنتيم عاد تساعدك تتخدمي الطول هانت عاد تشعميني كتر اثناء الشرح هاد تحطها هكذا فقط هاد تساوب هاد تحط ديالة ثمانية سنتيم هاد تساوب قلنا مع هاد الورقة من هنا هاد ناخدو الأطوار حيث هاد الموديل غالي نحتاجو الطول نهائي وغالي نحتاجو نخدمو التركيز ايدا قلنا طولك هاد تحده من هنا لن هنا شوفيش هارو غيتي فيه هاك وترسمي خط ها هو الطول ما تساوبوا هاد الطول اعجي هافينا هنا يا ادخل بخمسة وعشرين سنتيم من بعد خصنا التركيز اعجي من هنا اتعني علامة وكذلك من هنا لن هنا اتعني علامة وتصليلاتهم بخط هاد المكان هو الجنب ديال تساوب غادي تجي مع هاد الخط اللي ماتي غتدخل باثنان و هتلاقي هاد النقطة بهاد هكذا ها وهنا هيك تسمين قويص تخليش ديك الخط هاكده كمقنة دابا غدا نقص هاد هاد الخط هاكده واحد الحاجة مهمة داروري نقول للكم شو ننسها شيء قلنا بان الاخوات اللي نحيفات او عندهم قاوم متوسط عياخدوا كميات التوب طولك مرة واحدة زائد طول للكم زائد الخياطاتيك والتوب غادي تتنيه على طوله الحاشية عند الحاشية هاد راهد السؤال الى كميات التوب و الطريقة ديال طيو هاكد جيني بزغد المرات وخاك نكون داكرها في الفيديو ربان اكلمين نأكد ندر عاود دابع للممتلئات لممتلئات غادي تتخذي طولك مرتين علاش لان التوب غادي تطوي على العرض ضروري على العرض لان الاربعة ما غاديش يقدك يكون القياس تلاحوض عندك كبير فالتوب متوي على اربعة ما هيك فيكش نفتجع الناسج فضروري ما غادي تطوي على العرض في حل اللي عملناه في العوايات التركية ها ترجعين للفيديو هاداك وغادي تشوفي الطريقة تطوي على العرض و الكمام بعد ما تطوي تطوي على العرض الى اثنان هادي توليت اثنى الى اربعة و الكمام هادي يخرجه لك 8 جن ان شاء الله يكون واضح من بعد كننزله من هنا بخمسة سنتيم و ندخله بحوالي ثمانية بخط مستقيم و نلقيوها بقوس مع هاد النقطة هادي الان هادي نشوفو كيفاش نخدمو الكم بعد ما نفصلو الامام والخلف القطعة المتبقية كنخدموها كوم لاحظو كيفاش نعملها هادي الجهة المتنية هاكدا نقضعها تحت الامام والخلف هاكدا نخلي من هنا ان هنا ثمانية سنتيم و ادع علامة و غادي نرسم هاد الخط هادا كما هو الان هاد الخط بإمكانكم تخليوها هاكدا كيفما يمكنكم تدخلو شي شوية فانا كندخل بخمسة ادع علامة و ادعوها و ادعوها مع هادي القوس اللي تحت واحد الحاجة انتبقوا لينا قبل ما نكمل الشاح اذا اخترت تخدمي الموديل بهذا الخط المستقيم فالطول يكون من هنا حتى المسافة انتباريها واضح لكن اذا ادخلت بخمسة سنتيم فالطول سنتخذه ابتداء من هنا الطول سنتيمين واحد سيكون هنا في الخيطة الاستيك والثاني سيكون هنا من بعد تلاقي هاد النقطة مع الفتح هاد الكم الفتح هاد الكم يعني ما بين ما بين 20 الى 22 سنتيم ونلاقي هاد النقطة مع هاد سفي اصبح الكم هو هاد هاد الخط هاد سفي مشاف حاله ونظره بالمقص هكذا بالنسبة للطول يعني حوالي 26-30 مهم لبغيت اذا بتتخذ بمقاسات اقل من هاد ممكن تبدلي 25 ب 18 كذلك النزول بخمسة تغيره لثلاثة سنتيم وهنا بدل خمسة دخل بإثنان نفس هاد الموديل كي تتخدم كذلك بطريقة اخرى اقصد ان هاد الماسافة هاد تكون اكتر من 8 سنتيم والكم من هنا يكون مفتح يعني في خياطة والخط والخط يكون مائل نجد نجد هاد الموديل نجد هاد الموديل اذا خدمته بقيمة اقل من 25 18 او اقل فهذا الخط تقسمه في النص و تدخله بسنتيم و تلاقيوا هاد الخطين من هنا و من هنا معاديك النقطة السنتيم يعني على هيئة بانسة فكيجيكم هنا واحد الكورف واحد القويص خفيف يعني كترسمو كذلك فهد طريقة هالي كتجيب الخط دين غاقلون كتجيبو اوضع المبتدئات باش مشيو معانا و ما يضخوش ده باش انو هنفصله هاد نفصلوا هاد المكان هكده يعني تشبروا هاد جوية بجوش جيبو اكنوا الخط ده بجوش هاد نفصل هاد الخط هكده اندبه عندنا مرشم بامكان نحييذهاد الاوبان الخط قريب سنفصل هكده تسافي دابا هنكمت الباترون هي الموديل وطبعا البنات متنساويش ديك الماكن دي العالمة ديال 8 سنتيم راه يساعدكم في الخياطة هكذا كيش هنغادي نخدموه على التساوي مش نمريكم بقية المراحل في الخياطة نبدأ بالكمامة فالموديل على وجهه والكم كذلك هاي ديك العالمة ديال 8 سنتيم غضي نفتح الكوم وغضي نطابق هذه الجهة تحتانية مع القطعات الخلف هاي العالمة هنا وهنا غير نخيط هذه الأسفل ديال ديال الخط ديال راقلو العالمة هاي ديال اذا ما عملتو شرك العالمة هنا اتتوهم نتجد خيطو سافي جهة تحتانية انا ركبتها دابا غضي نجيب هاد الجهة هادي حتى هي هنخيطة مع الجهة الامام ولكن هاد المرة ها قلب باش يجيني الخلف ديال الكم مع الخلف ديال التزاود الامام ودائما العالمة ينشبان الخياطة من الرأس العالمة هكتا ان شاء الله يكون واضح غير ركزو وان شاء الله هيكون غير خير سافي انا كملت لكم في الخياطة عايدوز هكتا واضح هكتا و هكتا اللي مليعات قلبو غادي يجي الوجه ديالو مع الوجه ديال موديل هكتا وديك 8 سنتين كتبقى حره بالفق نفس هاد الشي اللي عملتونا غادي نعمله في الكومة الثاني خيطو مجبهو ونرجع شكرا